اشتركوا في القناة وابداء الرأي والمقترحات حول برنامج التطوير القضائي لهذا العام الذي يرتكز بشكل أساسي على مبادرات الوصول إلى العدالة تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للقضاء لبحثه واعتماده وأكد معالي في بداية الاجتماع أهمية ما تحقق على مستوى سرعة الفصل في الدعاوة والقرارات بما يراعي ضمانات التقاضي ومتطلبات العدالة الناجزة والذي يعد حسم المنازعات بالسرعة المناسبة وركزت خطة العمل التطويري على أولوية تعزيز جودة الأحكام والقرارات وبما يسهم في توحيد المبادئ القضائية المستقرة وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام من خلال تنفيذ العديد من المبادرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر